دعاؤه عليه السلام عند الشدة والجهد وتعصر الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي فأعطني من نفسي ما يرضيك عني وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافيا اللهم لا طاقتني بالجهد ولا صبرني على البلاء ولا قوتني على الفق فلا تحضر علي رزقي ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه مصلحتها وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني وإن أعطوا أعطوا قليلا نكدا ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا فبفضلك اللهم فأغنني وبعظمتك فانعشني وبسعتك فابصت يدي وبما عندك فاكفني اللهم صل على محمد وآله وخلصني من الحساب واحصرني عن الذنوب وورعني عن المحارب ولا تجرئني على المعاصي واجعل هواي عندك ورضايا فيما يرد علي منك وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا اللهم صل على محمد وآله واخضي عني كلما ألزمتني وفرطوا علي لأك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقك وإن ضعف عن ذلك بدني ووهنت عنه قوتي ولم تنله مقدرتي ولم يسعه مالي ولا ذات يدي ذكرته أو نسيته هو يا ربي مما قد أحصيته علي وأغفلته أنا من نفسي فأذهي عني من جزيل عطيتك وكثير ما عندك فإنك واسع كريم حتى لا يبقى علي شيء منه تريد أن تقاصني به من حسناتي أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا رب اللهم صل على محمد وآلي وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي وحتى يكون الغالب علي الزهد في دنياي وحتى أعمل الحسنات شوقا وآمن من السيئات فرقا وخوفا وهب لي نورا أمشي به في الناس وأهتدي به في الظلمات وأستضيء به من الشك والشبهات اللهم صل على محمد وآلي وارزقني خوف غم الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى أجد لذة ما أدعوك لا وكآبة ما أستجير بك منه اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي فكن بحوائجي حفيا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسقم حتى أتعرف من نفسي روح الرضا وطمأنينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع اللهم صل على محمد وآله وارزقني سلامة الصدر من الحسد حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخى إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك اللهم صل على محمد وآله وارزقني التحفظ من الخطايا والاحتراس من الزلل في الدنيا والآخرة في حال الرضا والغضب حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة سواء عاملا بطاعتك مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري وييأس ولي من ميلي وانحطاط هواي واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين